هنروح دلوقتي للثعلب السويسري كولر ومبارح مرة عام بالتمام والكمال عام من الانتصارات والبطولات والإنجازات على تواجد هذا المدير الفني الرائع مع النادل أهلي مستر كولر الرجل المخضرم الثعلب السويسري اللي قدر أنه يدخل جوه قلوب كل أهلاوي الحقيقة وبشكل سريع جدا يمكن لو نتذكر بعد أيام قليلة من تولي تدريب النادي الأهلي نجح أن يتوج ببطولة السوبر على حساب نادي الزمالك طبعا في المباراة التي لعبت في الإمارات وزي ما حضراتكم عارفين المباراة الأهلي والزمالك دايما بتبقى مباراة بشكل مختلف وأن أنت تكسب أولى المباراة وتكسب نادي الزمالك وتكسب بطولة السوبر أعتقد والزمالك كان في عز تقلقه ومع فريرة ومحقق الثنائية في ذلك الوقت فكان من الطبيعي أن الزمالك في هذه المباراة هو الأوفر حظا في المباراة التي كسبها اللي أمام حضراتكم مرسيل كولر ولكن شوفوا الأهلي تسايد هذه المباراة الزي وعندما تتكلم عن تسايد النادي الأهلي لهذه المباراة يجب أن تتكلم عن هذا الرجل يجب أن تتكلم عن مرسيل كولر كيف استطاع أنه يعمل توليفة من اللاعبين اللي موجودين اللي هو ما ضفش عليهم كتير أعتقد غير برونو سافيو على ما أتذكر واستطاع أنه يعمل توليفة تسايد بها زمام الأمور ونجح أنه يسجل هدفين في مرمى الزمالك وفي نفس الوقت يتوج بهذا اللقب وكانت بداية مسيرة للتتويج بالألقاب سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريقي مش بس كده الحقيقة ولكن كولر من وجهة نظري هو المدير الفني الأبرز في العلاقات مع اللاعبين عامل علاقة قوية جدا مع اللاعبين المدير الفني الأبرز بعد مرسلكم بعد مانول جوزيه أنا آسف أنتم عارفين حضراتكم أننا من المتحيزين الكبار لمانول جوزيه ولكن بعيدا عن التحيزي ولكن هذه هي الحقيقة كولر حتى الآن عامل علاقات قوية جدا مع اللاعبين وعمل علاقة وطيدة ومصدقية كبيرة وواثقين أن إن شاء الله أن في الوقت ده كان واثق أن النتيجة كانت تحقيق موسم استثنائي بيبدأ ببطولة السوبر وينتهي ببطولة الدوري السندي خمس بطولات اشتغلنا عليهم كلهم وقدرنا نكسب كل هذه البطولات بفضل دعم كبير من الإدارة اللي قدرت تجيب لنا هذا الرجل ثم مجموعة لاعبين على أعلى أعلى مستوى قدرنا أن إحنا وسط إجهاد كبير ووسط أمور كثيرة جدا استطاع كل هؤلاء اللاعبين أن هم يكتهدوا ووسط كسرة في وسط الموسم اللي هي مباراة سانداونز ولكن وهزمتنا خمسة اتنين في البطولة الأفريقية والكل توقع بقى أن الرجل حيمشي وأن ساعتها كان كابتن سيد مديل الكرة كان حيمشي ومش عارف مين كان حيمشي واللعبة دي حتبطل ولكن ذكاء إدارة النادي الآلي في التعامل في هذا التوقيت هو اللي لجعنا دايما ومجهودات هذا الرجل مع اللاعبين فالحقيقة هذا الرجل كمان لو حضراتكم فاكرين من أول السنة اشتغل على تطوير أداء اللاعبين وده كان ذكاء منه الحقيقة تقلق كهربا بيرسي تاو حسين الشحات كريم فؤاد قبل الإصابة أكرم توفيق كل اللاعبين الحقيقة يعني باسر إبراهيم محمد عبد المنعم ملعبة كتيرة جدا متولي مهاني أنا مش عايزة أنسى حد هذا الرجل يستحق مننا كل التحية وكل التقدير